السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن مكون بسيط جدا وموجود في كل بيت بس بيأثر جدا جدا في انتاج البيض هتلاحظي فرق كبير قوي وهيفرق مع الفراخ بتاعتك من ناحية التغذية من ناحية اللي هو بيعوضهم املح كتير محتاجينها من ناحية الفرخة يعني تاكل كويس شهيتك تبقى حلوة تشرب مية بتبيض البيضة تبقى حلوة بيأثر حلوة قوي قوي في انتاج البيض المكون اللي هنقول عليه معلقة من مطبخك ببصي يعني طحفة بجد جميلة جدا انا ما كنتش بحطه في السيف لان مخافي اعتاشه مني فانا دلوقتي هبدأ ان انا بحطه بنحطه على العلف قبل ما اقولكم عليه الناس اللي اول مرة تشوف القناة ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم ولو ما عجبكوش اكتبوا لي في التعليقات انه مش عجبكم هادي اعملوا ديس لايك حتى ما فيش مشكلة طبعا الفراخ بتاعتنا بنأكلها واجبتين في اليوم ما بنكترش عن كده لازم تجوع في النص طبعا في الشتاء الفراخ اكلها بزيت فانا بزوت كمية الاكل ولكن بزدل هما الوجبتين في الصبحية لو انت عايزة مخايفة من الاسهالات تحطي خلطة العلف اللي بنعملها حابة صغيرة جدا في كبداية ياكلوهم الصبحية الساعة عشرة بحط اكل البيت بحط خضرة لو حطتي برسيم لازم يكون بايت يعني البرسيم يكون بايت من مبارح مايبقاش بتاع النهاردة حزاري من البرسيم يكون عليه ندى او بلل يكون مبلول كده بمية حزاري حزاري انه اي خضار تحطي ليهم يكون عليه بلل جيبتيه عليه بلل نشريه في اي مكان سيبيه يتهوى حتى لو دبل ما فيش اي مشكلة اي يعني دبلان دبلان هم هيحبوه دبلان لكن حزاري انك تجيب الخضار في الايام دي بالذات اللي فيها شبورة وفيها ندى وتحطيه لان ده اللي هو اللي بيموت الفراخ بيعمل فيروسات وبيعمل مشاكل كتيرة جدا وبيعمل امراض معاوية زي ما قلنا كتير انه اي بلل للفراخ ممنوع الا اللي هو اكل البيت بتاعي كنتي بقى بتكوني مصفية على قد ما تقدري بس برضه بيبقى يعني ايه شوية مش هيبقى ناشف قوي عادي ده مش مشكلة الفراخ متعودين عليه انما العيش المبلول غلط الخضرة اللي عليها ندى او عليها اي نوع بلل غلط الخضرة المبلولة غلط فلازم ننشفها كويس بعدين نحطها اكل البيت عادي منحاول نصفيه كده كويس على قد ما نقدر ونحطه ده بيبقى جميل جدا للفراخ وبيعوض لهم عناصر كتير غير طبعا الوصفات والحاجات اللي احنا بنعملها بتعوض لهم عناصر كتير جدا من ضمن الوصفات اللي عملناها قبل كده عملنا لهم التحديق الناس اللي امتبعاني عارفين احنا عملنا لهم التحديق وممكن تشوفي الفيديو على القناة اكتبي زاد انتاج البيت من مكونات طبيعية من البيئة تربية بيتي هتلاقي الفيديو وهتلاقي طريقة التحديق بالزبط معمولة ازاي او قوليلي فيك تعليقات وانا اكتبلك وانا احطيلك اللينك بتاع الفيديو بتاع التحديق طيب انا مش فاضي عمل تحديق ومش لقي وقت ومش لقي الحاجات المكونات مش متوفرة عندي البديل هو المعلقة اللي اقولك عليها النهاردة وهي معلقة من ملح الطعام العادي يفضل ما يكونش ملح الطعام المصنع يكون ملح الطعام الخشن لان الملح الطعام الخشن في كل العناصر اللي التيور محتاجاها الخشن الملح الخشن اللي هو البحاري الملح البحري ما تجيبهش الملح بتاع الأكيس بتاع الأكل بتاعنا لا ده مش حلو ولا ليه نحن حتى يعني حتى في بيتك مع أولادك ما تأكلهمش ملح المصانع ملح الخشن الطبيعي بتاع ربنا اللي محدش تدخل فيه حتى ما بيقول ملوس مش ملوس كلام فارغ يعني ايه ملوس التلوس أحسن من انك تاخدي ملح متشال منه البوتاسيام خالص مفوش غير السوديام يفضل السوديام ارتفع في جسمك ارتفع تلاقي جالك الضغط الأوردة تقفلت الشرعين تقفلت جلطات كل ده بسبب الملح الصناعي اللي هو معبق في كياس الناعم الجميل الحلو النظيف بتاع حمل معكم بتاع المصانع ده سيبك منه خالص لا ليكي ولا لطيورك ده ممكن تستخدميه في التنظيف بس يعني الناعم ده نستخدمه في التنظيف لكن للأكل لنا أو لطيورنا يبقى الملح الخشن البحري الطبيعي اللي بيجيبوه من على البحر اللي بيبقى خشن اللي بيبقى كبير كده ده هو ده اللي أنا بقالي حوالي من ساعة ما استخدمته بقالي حوالي سنة ونص بفضل الله بعد ما كنت بدأت أبقى من مرضى الضغط العالي وكنت بدأت أخد أدوية ضغط بدأت أشيله خالص من حياتي اللي هو الملح المصنع واستخدم الملح الطبيعي بفضل الله خلاص ما بقاش عندي مشاكل الضغط وخلاص استغنيت عن الدوء بتاع الضغط طبعا من الناس اللي ضغطها عالي قوي من زمان أنا كنت لسه دخلة في بداياتي يعني دوء بسيط قوي الحفاظ على الضغط لكن الناس اللي ضغطها عالي ما تسيبش الدوء إلا لما إيه تتأكد أن ضغطها نظبط مش معنى أن أنت غيرت الملح تروح يسايب الدوء على طول لا غيري الملح ومنعي الزيت اللي هو بتاع المصانع برضو الحكتين دول أكتر حكتين بيسدوا الشرهين الزيت والملح معلش إحنا أهلبناها بشري بس هم فعلا الحكتين دول خطرين جدا بالنسبة لنا كبشر وطبعا لكن الطيور أمرها مش طويل زي البناء أدمين مثلا فالزيت عادي ممكن تحط الزيت للطيور مش مشكلة إنما الملح لأ الملح هيعلي السوديوم عند الفراخ وهبص تلاقي إيه عندهم بقى بيعرجوا عندهم رجلهم ورمى متشعر فممكن يتعبوا منك فخليكي في الملح البحري هنحط قد إيه بقى هنحط معلقة لكل خمسة كيلو علف من العليقة اللي احنا بنعملها اللي هو تخلطة العلف اللي بنعملها معلقة كبيرة من الملح البحري على خمسة كيلو عايزة تحطيها بقى كل مرة في الأسبوع ماشي عايزة تحطيها على طول مفيش مشكلة بس أهم حاجة تراعي إن المية تكون قدامهم باستمرار تشربوا مية كتير لإنه الملح ده هيسقهم مية كتير بس الملح ده بيعوضهم عن التحديقة اللي هي عبارة عن عناصر أملح ومعادن وحاجات كتير قوي فحلو جدا جدا الملح لزيادة إنتاج البيض ولتحسين صحة الفراخ الفيديو قصير شوية بس هي معلومة حبيت أقولها لإن أنا دلوقتي بدأت أعاملها مع الفراخ أتمنى بقى أن يكون الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد وأنا بشكر كل الناس الجميلة اللي بتسأل علي لما بغيب ربنا ما يحلميش منكم أبدا أبدا ومتشكرة جدا ليكم الناس اللي حسة بيهو حسيني أن أنا عيانة الحمد لله يعني دور بردي كده بسيط ربنا يعديه على خير إن شاء الله ما يتطورش هو عمال إيه يشاور عقله يعني يروح ويجي يروح ويجي فربنا يصطرها لإن أنا البرد بتاعي وحش قوي يعني بس الحمد لله من ساعة ما بقيت تستخدم وصفات طبيعية برضو بالنسبة للجو دلوقتي وحش قوي فأي حد داخل عليه برد أو احتقام في الزور عليكم بالغرغرة اللي هي الأكسوجين تجيبوا ماء أكسوجين أي تركيز بس ماء أكسوجين للغرغرة مخصوص كده وتخطي معلقة على نص كباية ماء تضغرغاري بيه وكمان الإرفة والخلطة بتاعت إرفة ولمون وعسل أبيض ومعلقة خل وتخطيهم على ماء عادية لو دافية شوية مش مشكلة عشان البرد ده وتخديها حلو جدا ترجمة نانسي قنقر